وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وكذلك إضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية وخلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال وجه الرئيس السيسي بموصلة جهود تطوير الشركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات الفنية والمهنية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الأعمال العام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة لها وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بموصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني وكثوابت أساسية لصون المال العام وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم موضحاً أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام لسيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع فضلاً عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنصيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الاجتماع تناول متابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على آليات تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة حياة كريمة وذلك بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه كما وجه سيادته بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تعطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن فضلاً عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة في بعض وحدات الرعاية الأساسية وكذلك دراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار الجهود القائمة لتحسين صحة الأسرة المصرية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة حيث وجه السيد الرئيس بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء ذوي الصلة بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد فضلاً عن المساهمة في عملية التوعية الصحية خاصة ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة من خلال الصحة الإنجابية كما وجه السيد الرئيس في ذات الصياق بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة ترق الأبواب بحيث تضمن تقديم خدمات الصحة الإنجابية واستفادت كافة الفئات بالمحافظات والقرى والنجوع وذلك لتحقيق أكبر نسبة تغطية ممكنة لتلك الخدمات وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحية ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لانتهاء كل مشروع حيث وجه سيادته بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز لسيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية المتكاملة ووجه السيد الرئيس أيضا في هذا الصدد بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية خاصة ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية على مستوى الجمهورية من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهيليوبلس ومبرة المعادي والمستشفى القبطي واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من مستشفى جديد بسعة 300 سرير إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بمدينة بدر وكذلك جهود تطوير مرفق الإصعاف العام للتوسع في الخدمات الإصعافية ترجمة نانسي قنقر